تحرقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة من القرى لتصل لقصر غرناطة بمصر الجديدة بحملات توعية وتبرعات متنوعة لكل فئة المجتمع تنزل الحملة بين التوعية بأهمية الرياضة وتعريف الناس بأضرار التنمر وسط جهود كبيرة لإحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين رؤية متطورة تعمل عليها مبادرة حياة كريمة لإحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا تحركت من القرى لتصل لقصر غرناطة بمصر الجديدة بحملات توعية وتبرعات متنوعة لكل فئات المجتمع طبعا مؤسسة حياة كريمة بتشتغل على كل الجوانب من أول الجوانب اللي متدخل فيها في القرى من البنية التحتية والإنشاءات والخدمات الأساسية إلى مبادرات بنية الإنسان المتعلقة بالتعليم والثقافة والتوعية فيه طبعا بعض التبرعات الخاصة بالتغزية والكرياتين رمضان والحاجات دي يقدروا الناس يتبرعوا في الجزء اللي هم مهتمين به الحملة تتمزج بين التوعية بأهمية الرياضة بتوفير أجهزة رياضية مختلفة وتعريف الناس بأضرار التنمر بالإضافة لحملة تبرعات لتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لذوي الهمم لما بتدينا ندخل أكتر ونشوف الحاجات على الواقع ده كان حافز لنا قوي أن احنا ننزل ولو حتى بجزء صغير من احنا نقدر نوصل المساعدات لفعلا الناس فعلا محتاجة يوصل لها المساعدات دي بنحاول أن احنا نعمل حملات توعية ضد التنمر التنمر دلوقتي يعني مشكلة دلوقتي ظهرها خصوصا على سوشال ميديا كمان أن احنا بنحاول نجمع فلوس عشان نجيب بروستاتيكس اللي هي أطراف صناعية وليتشيرز اللي زوي الهمم اللي هما برضو في الكرة ربطها بالرياضة اللي هي بتعمل توعية زيادة يعني هو المجتمع الرياضي هنا في مصر أصبح للفترة الأخيرة بقى مجتمع من المجتمعات اللي هي يعني بقى فيها أعداد غفيرة جدا من الناس يستهدف مشروع حياة كريمة ستة مليون مواطن بتكلفة تصل لثمانمائة مليار جنيه مصري من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة عشرين تلاتين لا تتوقف مبادرة حياة كريمة عن العمل على الارتقاء بحياة المواطنين في البنية التحتية وتطوير القرى فقط بل أيضا العمل على توعية المواطنين ثقافيا واجتماعيا ورياضيا كريم بيبرس التلفزيون المصري